بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرشح المعارضة التركية كملك لشدر أغلو يدوس بحذائه سجادة الصلاة جدل ومخاوف من خسارة المحافظين وأيضا ما دلالات هذا التصرف الذي قام به رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي الذي ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة حيث أثار مرشح تحالف الأمة للرئاسة التركية كملك لشدر أغلو جدلا واسعا بعد تداول صورة له وليعدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري وهو يقف على سجادة صلاة بحذائه الأمر الذي استدعاه للاعتذار هدائلين تقدمت باقصدار بيديه سيد ابتلاح سيد ابتلاح هذه سجادة أياك أولار لباسمك الآن إلى 15 مايز إن شاء الله شكرا للمزي هذه سجادة على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا فيما اعتبر البعض بأنها حركة تدل على قلة الاحترام من ما يطلق عليه المجاهد كلشدر أغلو في عبارة للسخرية من هذا الفعل كما رأى آخرون بأنه استهداف واضح للإسلام في شهر رمضان وكان أحد أعضاء حزب السعادة مع ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري للرئاسة من الطاولة السداسية كتب تغريدة على حسابي في تويتر قال فيها المجاهد كلشدر أغلو قادم وبعد الانتقادات الموجهة له كتب كلشدر أغلو تغريدة قال فيها أنا حزين حزين جدا لأنني لم أستطع رؤية السجادة لا أرغب أبدا بجرح أي شخص في العالم ولا سيام شعبي وهنا أترك الذين يحاولون استغلال هذه الحادثة وأدواتهم التحريضية لضمير ووجدان أمتنا اللافت للنظر أنها ليست الصورة الوحيدة بل هناك صورة أخرى يظهر فيها كلشدر أغلو مع شخص آخر يقفان أيضا على سجادة للصلاة في إشارة واضحة تدل بوضوح وجلاء أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون مصادفة وردا على تغريدة كلشدر أغلو تساءل وزير الصناع والتكنولوجيا مصطفى ورانك في تغريدة على تويتر كمالك الوشدر أغلو لم يرى السجادة وجنانكف تنجي أغلو لم ترها ولا السيدات التي كنا بجانبه حتى المصور لم يرها وأعضاء حزبه الذين في المكان لم يرواها وتابع الوزير التركي إذا كان هؤلاء الأشخاص الغريبون عن قيم شعبهم سيحكمون البلاد فهل سيحترمون هذه القيم ويراعونها وفي ردها على مدافعين لتصرك لشدر أغلو بأن السجادة ليست مقدسة كتبت الكاتبة التركية سيفدا تركوسيف في تغريدة مطولة على تويتر سجادة الصلاة نفسها ليست مقدسة ولكنها تستخدم للعبادة المقدسة ويجب أن تكون نظيفة واحترامها شرط وتابعت قماش الحجاب في حد ذاته ليس مقدسا ولكن إذا استخدم لأداء أمر الله فلا يمكنك القول عنه قطعة قماش وفي هذه الحالة يجب أن تحترمها وأضافت أن الأبواب والباطون والسجاد ليست مواد مقدسة بحد ذاتها ولكن إذا تم استخدامها في مسجد أو مكان مقدس فإنها لا يقال عنها مجرد باب أو سجادة وفي هذه الحالة يجب أن تحترم وقالت الإنسان عبارة عن لحم وعظم لكن يعمل كبشر وليس كلحم وعظم واحترامه في هذه الحالة شرط وتكتسب الأشياء قيمة واحتراما وفق لمكان وجودها وطبيعة استخدامها وإذا نظرنا إلى الشيء كمدة خام فيعني ذلك بأنه لا شيء في العالم له أي قيمة وأكدت أن هذا الأمر يسري أيضا مع المعتقدات الأخرى والكنائس ولباس الراهبات وغيره الكاتب التركي زكي بهشي رد على كلشدر أغلو بالقول أولئك الذين ينظرون إلى الحجاب بأنه قطعة قماش طولها متر يرون سجادة الصلاة على أنها سجادة طولها متر القيادة في حزب الجيد إبراهيم أزكان رد على المنتقدين في تغريدة على تويتر بالقول وقت الصلاة تعتبر سجادة ولكن بعدها تصبح بصاط لا يوجد قداسة أو ذنب هنا أنصحكم بقراءة سورة الماعون لقد بالغوا أي المنتقدون في حزنهم هذه ليست أخلاقا سياسية ولكن هل تؤثر حادثة السجادة على استقطاب الناخبين الكاتبة كبرى بار في مقال على صحيفة خبر تورك قالت إنه لا يمكن تبرير ما جرى موضحة في مجتمع يتمتع بحساسية دينية عالية مثل تركيا من الخطأ الكبير أن يخطو مرشح رئاسي على سجادة الصلاة بحذاء في رمضان هذه فضيحة أكثر من خطأ فاضح وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بالدوس على سجادة الصلاة بالأحذية فهناك مسألة رمزية وهذه الصورة تعد دليلا على الدعاء يتم تداوله منذ سنوات بأن حزب الشعب الجمهوري بعيد كل البعد عن الدين وتابعت بأن ألاف الناخبين من المحافظين المترددين والذين يبدون ترددا في التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري أو كلشدر أغلو سيبتعدون عن المعارضة كلها بسبب الصورة وأشارت إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بالمحافظين المترددين فقواعد الأحزاب المحافظة في تحالف الأمة غاضبة من ذلك ولفتت إلى أن مشروع قانون الحجاب ودعوات المسامحة وتوجيه النداء للشابات المحافظات وغيرها من المبادرات التي أطلقها كلشدر أغلو والتي لم تحدث تأثيرا كافيا تفقد مصداقيتها تماما بعد هذا الحادث واستبعدت الكاتبة قيام كلشدر أغلو بفعلته عن قصد وعلى الأرجح أنه لم يلاحظ السجادة ولكن حقيقة حدوث ذلك نتيجة الإهمال لا تخفف من حدة الموقف وكان عليه الاعتذار مباشرة دون الانتظار لمدة دقيقة واحدة وتابعت بأن حزب العدالة والتنمية لم يعد بحاجة إلى عمل ملصقات انتخابية أخرى وإذا خسر كلشدر أغلو الانتخابات فعلى المستشارين الحكاماء الذين اقترحوا له حملة الـ 418 مليار دولار ضد أردغان أن يضعوا أمامهم هذه الصورة صباح الخامس عشر من أيار مايو ويفكروا لمدة طويلة في الختام متابعين الأعزاء لا شك أن الرئيس رجب طيب أردغان لم يتأخر في الرد على هؤلاء الذين دنسوا سجادة الصلاة فقام برفع السجادة بالأمس وقال أنها رمز لإسلامنا ومقدساتنا ولا يمكن لنا إلا أن نحتفي بها وأن نسجد عليها أمام الله سبحانه وتعالى الآن'sين 내 هدائبين تتستروني ترجمة نانسي قنقر هذه هي المعارضة التي لا تعرف دينا ولا تعرف صلاة ولا تعرف سجاد الصلاة من غيرها هؤلاء يريد أن يحكموا شعبا مسلما فماذا تنتظرون منهم إن حكموا بالفعل هل يمكن لهم أن يحترموا مسجد أو يحترموا صلاة أو أذان أو قرآن أم أنهم سيفعلون ما فعل المرشح سواء حدث ذلك عن قصد أو عن غير قصد متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته